هذا مطار سخيبول من اكبر المطارات هنا في اوروبا كمان مزدحم بصراحة هذا مالكرونا لكن ما اخلى الله مسافرين مليان هذا المطار هنا تعمل البوردنغ تبعك اذا ما عملته فهذا تعمله الطريقة هذي الالكترونية هنا عاملين كراسي حق المساج كمان هذي كراسي حق المساج هنا الناس جالسين يحدون هذا طريق السعادة هذه الدرجة الاولى تبع طيران اسباني هذه الدرجة السياحية الهدي مطار مدريد مطار الداخلي ان شاء الله مطار كبير مطار مدريد هذا القطار يأخذك من مكان لمكان في داخل المطار من كبره ما شاء الله اللي بيطلع للقطار واللي بيروح على طول تركب من قطار لقطار لقطار حد ما توصل أخيرا ما صلنا المترو تبع القطار والمترو كله تحت الأرض ولا تشوف شيء هذي ساحة الشمس بسموها سول هنا الفندق حقي هنا هذا في وسط الساحة هذي بالصراحة حر حر يعني احنا نكون في نعمة في هولندا والله هنا عندهم حر شديد البوليس تعتبروا وسط مدريد كان الفندق هذا كله هناك نجمتين سكريم هنا مشهور عندهم لازم صراحة سكريم وان الوضع مرة كأني راح السعودية حتى من الطائرة تشوف صحراحة اسبانيا وهي زي دول أوروبا كثانية مخضرة سكريم ماشا الله على انتظار المشاوز هذا شعار مدينة مدريد الدب اللي اأكل شجرة التوت ما ادري ايش يرمزوا والله ما هذا ما اكثر الناس ما يرمزوا حتى ليش يعني اختاروا هذا الرمز والناس يجي تصور عنده هذان هه اكثر شاه هذون الفنزوليين لأنه كانت محتلتهم إسبانيا إسبانيا هذه احتلت زي بريطانيا كانت محتلة العالم ولكن الآن خلاص ولغتها في 12 دولة 12 دولة تقريبا تتحدث اللغة الإسبانية هنا الإنجليزي حتى ما يعرفوا تكلمهم إنجليزي والله شيء ما يعرفوا قليل إذا حصل لحد تتكلم إنجليزي أو لا يعني مرحبا خراسيا شكرا هذه الكلمتين ما تعلمناها أو لا أو لا هذا الملك هذا الملك ملوك إسبانيا أضار هذا اللي احتل هولندا لأنه هولندا احتلوها الإسبان هذا راحت إنه قاعد يرسم نفس اللوحة قالوا أنه كل يوم على أساس أنه يرسمها وهو كذاب لا يرسم لأشيء قاعد فيه يمسك هذا على أساس أنه يرسم البوليس عندهم كثرة هنا هذه ساحة سول هذه ساحة بلا ثميور هذه من أقدم الساحات عمرها 100 سنين هذه الساحة كانت للإعدامات قتل المعارضين للملك واللي عليهم أحكام الإعدام كما كان يقصر الريوز زينا فبنوا هذه الساحة تمام وكانت بس مخصصة للإعدامات هذه مشهورة إنه فيها أكثر أدري كم شرفات فيها ومداخل ومخارج مشهورة جدا فيها مطاعم الآن أصبحت ساحة للإحتفالات ما عد ساحة للإعدام فهذا هو الملك اللي كان يعدم الناس هذه الساحة عليها الرسوم أذكرك ببروكسل ساحة الملك هناك رسومات على الجدران كيف شي رهيب هذه محلات سان جينيس هذا يعمل قهوة بالشوكولاتة مع زي الخبز تغمسوا فيه هذا مشهور هنا وكل السياح عنده أكثر من محل والزبائن ما شاء الله كيف هنا من جوه وفي كل المشاهير اللي جوه وأكله هنا وهذا الشوكولاتات اللي يتميز فيه على المطعم هذا المشاهير ورمع العبار أنا قاعدت جوه لأنه حر بره صراحة هذا الطهوة بالشوكولاتة مع هذا الخبز الحار صراحة ساخن بمس كده زي الشابورة كده بس حالية نجب أن يحطوا صورتي هنا أنا واحد من المشاهير هذا أهم شارع في مدريد شارع اللي اسمه تمام فيه له الماركات والأسواق زي الشانزلزي والشوارع المهمة التحلية في السعودية وكذا هذا هو شارع قرام فيا أنا الساحة هناك ساحة تسولو قريب عليه وهذا الشارع هنا هذا من هم الشوارع هناك أكثر الخليجين يجيسون فيه شارع قرام فيا شارع فخم يعني الماركات والعمائر الضخمة هذا فيه له مطل يطلع الناس هناك تفرجوا على مدريد مدريد زحمة ما شاء الله وكل الأشكال إن شكلك يعني ما تكون غريب لأنهم متخلطين مرة هنا لأسبان مع هذا ما زال شارع قرام فيا مدريد كله أبراج كله أسواق مدرسة توقف جمع رائع شكرا اشتركوا في الوصول ها رائع اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا